صباح الخير رندا وصباح الخير لجميع المشاهدين ومتابعين دنيا يا دنيا ومن حب النوة انه احنا راح نكون لايف على صفحة دنيا يا دنيا وايضا صفحة رؤية عبر الفيسبوك العلم يبني بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيت العزي والكرم لذلك ان لم نستطع التواجد في المرافق التعليمية سوف نتعلم عن بعد لحل او كحل مؤقت لهذه الازمة الزائلة بعون الله عن هذه البلاد اذا بعد تعطيل الدوام استجابة لاعلان حالة الطوارئ في فلسطين في ظل انتشار فيروس كورونا ومن اجل انقاذ العملية التعليمية الشاب عبدالله قدح يبادر بتوفير منصة لتعليم الطلاب عن بعد اذا منصة اي تيتشر رح نتحدث عنها اليوم بتفاصيل مع مؤسس المنصة عبدالله قدح يسعد صباحك يسعد صباحك وسعد صباح جميع المشاهدين يعني بالبداية نتحدث باجاز عن منصة اي تيتشر متى تأسست واداش استغرقت من الوقت لحتى تكون جاهزة للطلاب نعم يعني بداية اي تيتشر هي حصيلة عمل ما يقارب ثلاث سنوات خلال الثلاث سنوات احنا كنا بنشتغل على اشي نوع المواد اللي الطلبة بيهتموا انه يتعلموا او يستزيدوا من خلالها فروحنا باتجاه المرحلة الثانوية المرحلة الاكثر حساسية للطلاب نحكي عن صف عاشر وحد عشر وتوجيهي المواد الاساسية الموجودة هي العربة الانجليزية الرياضيات الفيزيا الكيميا هذا النوع من المواد خلال المرحلة الاولى احنا كمنا ببناء خط انتاج لكل مادة بمعنى كل مادة بتمر السيناريو اللي بنبنى لكل درس الدرس الموجود في الفهرس في الكتاب في المنهاج الفلسطيني كما هو مرتب في الفهرس الفلسطيني وفي المنهاج الفلسطيني كل مادة بتم انتاجها بيكون هناك تدقيق على ثلاث مستويات تدقيق على مستوى المحتوى هل محتوى دقيق تدقيق على مستوى الأمور الفنية الصوت والصورة حتى نخرج في فيديو بجودة عالية في مراعاة لمواصفات ومقاييس معينة نتحدث كيف يمكن لمنصة آي تيتشر عن طريق التعليم عن بعد إنقاذ العملية التعليمية تحديدا في ظل انقطاعها بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطيل مرافق التعليم في فلسطين نعم من اللحظة الأولى بادرنا من يوم الخميس في اللحظة لدولة رئيس الوزراء دكتور محمد الشتي أعلن حالة الطوارئ نحن بادرنا وقلنا في بيان صحفي بأن المنصة تحت تصرف الحكومة نحن ما قبل إعلان حالة الطوارئ كان هناك اشتراكات رمزية بقيمة 100 شكل لكامل ولكن في الوقت الحال هي موفرة بدون مقابل صحيح في اللحظة ما بعد إعلان حالة الطوارئ هي متوفرة الآن بتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشكل مجاني المنصة اليوم بتقدم لدروس الكاملة لطلاب المرحلة الثانوية بالإضافة لدروس تفاعلية اللي من خلالها الطلاب والمعلم بيكونوا في حصة تفاعلية من خلالها الطلاب بيقدروا يسألوا والأستاذ بيقدر يجيئ هذا اللي اليوم متوفر على المنصة بشكل مجاني ممتاز نحكي عن استجابة وزارة التربية والتعليم لهذه المبادرة كيف كانت وهل رح يتم تداولها في القريب العاجل أو مباشرة خلينا نحكي نعم يعني مباشرة بعد توجيه الرسالة لدولة رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم استجابت من خلال معالي وزير التربية والتعليم دكتور مروان عورتاني وعطفة الدكتور بصري صالح وكل وزارة حدد اجتماع والتقينا وتحدثنا في كيف سنضمن إيصال المنصة لجميع الطلبة فاليوم المنصة موجودة على البواب التعليمية التفاعلية التابعة على وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الطلب يقدر يزوروا موقع البواب التعليمية التابعة للوزارة ومن ثم موقع اي تويتشار وهناك يعني إشارة واضحة على المنصة نسهل للطلاب انهم يقدروا يوصلوا للمواد نحكي اكتر عن آلية الوصول يعني مثلا طلاب التوجيهي خلينا نحكي انهم هم بالوقت الحالي يمكن اهم الاهداف اللي ممكن تستهدفها اي تويتشير لحتى ما ينقطعوا على التعليم نحكي عن هل المواد الفصل الأول الفصل الثاني المواد العلمية المواد الأدبية جميعها موجودة وهل هي متاحة مجانا ايضا لجميع طلاب التوجيهي وهل في سهولة ايضا للوصول اليهاك نعم هذا سؤال مهم خصوصا موضوع السهولة المنصة الاي مجانية بالكامل امكانية الوصول اليها واستخدامها سهلة جدا الطالب بحاجة فقط لتسجيل دخول تسجيل اسمه معلومات صفه ومن ثم الدخول الي صفه بحدد انا الصف العاشر بفتح له كل المواد المسجلة بالوحدة بالدرس بشرح الدرس بشرح الاسئلة فسهولة الوصول لها كمان هذا بعزز امكانية وصولها للجميع المنصة مجانية بالكامل طوال فترة الطوارئ وخلال هذه الفترة الطالب وكأنه في مدرسة الكترونية وكأنه هو حقيقة في مدرسته اذا قرر اليوم يحضر درس الفيزياء اللي في الوحدة رقم اثنين اللي رقم ثلاث هو خلال اقل من دقيقة بيكون واصل بيوجد استاذ بشرح له كامل الدرس خلال فترة 30 أو 35 دقيقة بتخيل ان كل طالب بعمل خط الطوارئ ايضا للدراسة لنفسه وهيك ممكن وجود جميع هذه الدروس على اي تيتشر تساعده وتساهم في انجاح الخطة اللي هو حطها طيب بنحكي ايضا عن اللايف يعني في كتير ممكن مدارس توجهت لانها يكون في عبر منصة اما اي تيتشر او اي تطبيق اخر وبحب اعرف اذا ايضا موجود عبر اي تيتشر انه يكون في تواجد مباشر للطالب مع معلمه هل في امكانية انه مثلا اذا المدرسة الفلانية حبت تستأجر منصة لو كانت مجانية لحتى تتواصل مع طلابها ممكن هذا الحكي او صعب طبعا احنا اليوم متاحين امام جميع المدارس وعلى استعداد لتلبية طلب اي مدرسة بحاجة لمنصة اي تيتشر التفاعلية احنا عنا نافذة اسمها التعليم التفاعلي اللي هي بتدخل في لايف مباشر بين المعلم وبين الطلاب في اي لحظة اي معلم او اي مدرسة طلبة استخدام منصة اي تيتشر حتى تكون متاحة امام طلابها احنا على تم الاستعداد لاتاحة المنصة لهم في حالة سمح الله تطور الوضع او تطورت حالة الطوارئ واستمرت اكثر من هيك هل هناك امكانية عند اي تيتشر ليكون فيه مثلا معلمين مقيمين لحتى مثلا يكونوا متواجدين دايما يجابوا على اسئلة الطلاب المستجدة حول المنهاج وتحديدا ان شاء الله في امتحانات الوزاري ان شاء الله للتوجيه يعني نتمنى ان هل انتم مجهزين تستقبلوا عدد من المعلمين مثلا صحيح يعني احنا بنتمنى انه تم محاصرة المرض جميعا بنتمنى هذا الشيء لكن احنا في خطة الطوارئ في اقصى حالات الطوارئ عند منع التجول مبنى اي تيتشر الان محضر حتى يكون عندنا معلمين مقيمين بالاضافة الى انه استوديوهات اي تيتشر موجودة في نفس المبنى فالمعلمين المقيمين على قدرة بالخروج بلايف انهم يكونوا على بث مباشر مع الطلاب بالاضافة للمواد المسجلة على منصة اي تيتشر اكيد احنا لما نحكي عن التوجيه اكيد نحكي ان هاي المعايير تنطبق على باقي الصفوف طبعا اكيد تمام نتحدث عن الاختبارات يعني بعد الغاء امتحانات التجريبة واكيد باقي المدارس برضه راح ترغي الاختبارات لا عدم سهولة الوصول للمدرسة في حالة الطوارئ هل من الممكن انه يتوفر او حاليا متوفر عندكم اختبارات معينة ممكن ان الطلاب يقوموا فيها ويطلع عليها مرشد لهذه المادة او معلم لهذه المادة طبعا واحدة من الامور اللي احنا وفرناها لوزارة التربية والتعليم ما نستطيع ان نقدمه لوزارة التربية والتعليم والطلبة ان الاختبارات الان موجودة لكل وحدة ونستطيع وضع اختبارات من خلال معلمين تقترحهم وزارة التربية والتعليم نستطيع وضع اختبارات بدلا اذا ارادت الوزارة عن الامتحان التجريبي نستطيع من خلاله ايضا اختبار الطالب ومشاركة الوزارة في علامات الطالب خلال هذه الفترة احنا وراء الحكومة في انتظار تعليمات الحكومة في هذا الاطار لكن اتفاقنا مع وزارة التربية والتعليم بان المنصة الان متاحة بشكل مجاني ويستطيع الطلب التمتع خليني اقول بكل ما لدينا على المنصة بس انا احب اركز اكتر على موضوع التجريبي هل انه اكيد طلاب التوجيه هم في بعض الاستياء انهم بيحبوا انهم يقدموا امتحان التجريبي لانه بيسهل عليهم او بيمهد لهم الطريق نحو امتحان الوزاري هل في عندكم في الخطة انكم توفروا امتحانات التجريبي ام لا يعني الان موجود اختبارات ذاتية لكل وحدة في اي لحظة وزارة التربية والتعليم قالت ان احنا بحاجة لتطوير الامتحان التجريبي على منصة اي تيتشر المنصة جاهزة لبناء هذا الامتحان فلكن احنا في انتظار يعني تعليمات الوزارة بسبب ان يعني حتى الان ما في قرار من الوزارة وانتو ما بتقدروا تتيحوها صحيح الا بقرار من الوزارة ان شاء الله منقمل انه يكون في استجابة لأهمية هاي النقطة البالغة طيب نحكي يا عبدالله عن اهمية وجود مرجعية يعني في ظل وجود اي تيتشر وموجود عليها كل المنهاج ان كان من صفوف متنوعة قديش مهم انه تكون موجود مرجع واحد لانه صار في حالة من التخبط صار كل حدا بده يبلش يسجل مثلا اكيد رح ياخد وقت كتير فنحكي عن اهمية وجود مرجع واحد نعم يعني استكمالا للنقطة السابقة لانه في ذات السياق المرجعيتنا بالاساس هي وزارة تربية التعليم لذلك احنا لم نتيح اي شيء الا بالتنسيق مع الوزارة حتى لا نبادر بشكل شخصي ونخلق اشكالية بدل ان نبادر في حل اشكالية لذلك وزارة تربية التعليم نحن في انتظار تعليمات هي اكثر معرفة بصراحة في هيكلية ومنظومة التعليم حتى تقدر اذا كان الاختبارات الذاتية او الاختبارات الامتحن التجريبي او الاختبار التجريبي هو جيد من خلال اونلاين او غير جيد فنحن في انتظار تعليمات الوزارة في الاطار الاخر انا اوافقك يعني في موضوع التوحيد مصدر المعلومة من الممكن انه كمان يسهل ويختصر وقت على الطالب بدلما الطالب يسنى شهرهم يسجلوا مثلا احنا منباشر بالعملية بالوقت الحالي شكرا كتير لك عبدالله ومنتمنى التوفيق لجميع الطلاب المدارس والجامعات وتحديدا طلاب التوجيه يعني اكيد هلا بكونوا في فترة وحالة من التوتر ولكن احنا منحب اطمنهم ان شاء الله بتكون متواجدة جميع الاختبارات وجميع الدروس شكرا للك عبدالله قدح مؤسس اذا منصة اي تيتشر للتعليم عن بعد منعود لاستيديوهاتنا في الاردن ومنتمنى السلامة للشعب الفلسطيني ومنتمنى ينحسر فيروس الكورونا وايضا نتمنى السلامة لجميع شعوب العالم اذا نسعد صباحكم وعودة لتكملة فقرات دنيا يا دنيا بالاردن اشتركوا في القناة